كشف رئيس مجلس إدارة المركز العلمي المهندس مجبل المطوع أن عدد زوار المركز منذ افتتاحه وحتى الآن قد تجاوز التسع مليون زائر وأشار المطوع أنه سيتم تخفيض أسعار التذاكر بمناسبة شهر رمضان المبارك لما نقول إحنا تسع ملايين الكويت ما فيها تسع ملايين وحتى زوارهم يعني زوار الكويت ما يون تسع ملايين خلال هالفترة هذه لكن هناك من يعيد الزيارة وتكرار الزيارة سواء من المدارس أو من الجمهور وسبب تكرار الزيارة أن هناك شيء جديد المركز العلمي مقبل على توسعة والتوسعة هذه رح تكون إن شاء الله في الجهة الغربية من المركز سيكون هناك مركز للثديات البحرية والدلافين ستكون عروض يومية للدلافين وكذلك قاعات للاستكشاف رح نسميها دار الاستكشاف مزيد من الأجهزة التفاعلية الترفيهية التعليمية طبعا المركز العلمي يهدف إلى نشر الثقافة والعلوم والمعارف العامة في جو من الترفيه والتعليم والتسلية نهدف إلى كذلك التوعية البيئية توعية النشأ للمحافظة على البيئة البيئة هذه الهشة التي دمرها الإنسان بنفسها ليس في الكويت فقط إنما في العالم أجمع خصومات خاصة حق رمضان حق رمضان إن شاء الله الأكواريوم راح يدخلون لآيماكس دينارين ونص والأكواريوم ثلاث نانير وقاعات الاشتكشاف دينار ونص كذلك مددنا ساعات دخول الجمهور يوميا من الأحد لما لي معايا راح يكون من الساعة ثلاث ونص الظهر أو العصر حتى ساعة 6 مساء قبل الفطور بساعة ثم بعد الإفطار وبعد سارات العشاء من الساعة 9 مساء حتى الساعة 12 ونص مساء